بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم في فيديو جديدة ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة ان شاء الله يا ربي يرفع لنا هاد البلاء وهاد الكوارث اللي راهي في بلادنا وان شاء الله عن قريب يرجع السلام لبلادنا ان شاء الله يا ربي اليوم هنقترح لكم هاد الوصفة انغا توسك بخيستيج بشكل بخيزنطابل هاد الوصفة رميدروها في الوراشات ان شاء الله اللي كانوا يسنوها يشوفوها وتعجبكم وتطبقوها ونسنى تطبيقاتكم في الجروب ديالي في الفيسبوك وصفات شهر زاد وليسقسيو على الانستاغرام نخليلكم الرابط دياليو تحت هاد الفيديو نبدو الوصفة مع بعض المقادير اللي نحن نمدلكم في هاد الوصفة مضبوطة يعني تبعوهم وديروا القيس السوسوى عندي هنا 250 جرام مارغارين طرية درت لها قرصة ملح وراني حتى مغرفة صغيرة لافاني نزيد لها 150 جرام سيكر غلاس اللي حبوا الحلاوات لحقوحتها 170 جرام سيكر غلاس من بعد نضربوا بالباطر حتى يولينا الخاليط على شكل كريمة اللون تاع الزبدة مع السكر يولي فاتح يعني هاد المرحلة الاولى مهمة باش يجيكم لغاتو ديالكم خفيف من بعد نزيدوا مغرفة كبيرة زيت ونكملوا نضربوا بالباطر حتى تدخل لنا هادك الزبدة والسكر كيما قلت لكم ضربوا مليح بالباطر باش تهوي وهو يجي لغاتو ديالكم خفيف من بعد نزيد هنا زود صافار بيض وحبا بيت كاملة نزيدهم حبة بحبة وندرب أمامة هاكده حتى ندخل البيض مليح في الخاليط السابق هادي هي نحو الباطر ونزيدو 130 جرام مايزينة نجوزوها الصفاية ونزيدو مغرفة صغيرة تاع خميرة كيميائية وهي نصبها كيميائية ونزيدو الفارينة وهي 350 جرام كما قلت لكم مقادير مضبوطة هنا يا ملاحظة انا وش درت 300 جرام فارينة زدتها على ثلاث خطرات زدتها بلا سباتيول ولا تقدروا تدخلوها من بايدكم وخليت 50 جرام كي ماشتو انا هاد لغاتو درت فيه دوقين بيستاش وكرامل هاديك الأجينة اللي تحصلت اليها قسمتها على زوج هاكا دو باغ متساويين عيني ميزاني بورك ودرت في كل عجينة الدوق اللي حبيتو درت بيستاش وكرامل كما درت لكم هادو باطاغون اللي دايمن نوريها لكم اللي يتباع في الحوانة اللي بيعو باغتو تباع 10 الاف القرعة وهناي عندكم اللغ جشوى يعني ديروا قاع الأدواق والألوان اللي تحبو انا خيرت هادو دوق درت بيستاش وكرامل ومبعدها شدت هذيك ال 50 جرام تعلفارينة اللي قعدتلي كيف كيف قسمتها على زوج خمسة وعشرين جرام درتو في واحدة وخمسة وعشرين في الاخرى علش درت هكذا باش كي نزيد هادوك ال الاباتاغون كي ندخلها معالا فاغين يتوزع اللون مليح وكشغل العجينة لا نقعدش نخدم فيها هكاك في الفراغ نجي الاستيكي ونخسرها هادوك شوية افارينة يعاوني باش نوزع هادوك ال الاباتاغون هادوك نوزحها بطريقة مليحة ان شاء الله تكونوا فهمتوني هادوك استيكي هادوك نيبور كي كنت نخدم وكان درت غير كولور واحدة بانسور وكان زد 350 غرام فارينة على ضربة المهم القيسة الفارينة اللي نخدم به فهذا الوصفة هو 350 غرام ما تزيدو ما تنقصو وسيختو ما تزيدوش كي ما قدلكم باش ما تيبسلكم ان شاء الله تكونوا فهمتوني وليحقتلكم معلومة وان ما فهمتونيش نعود نفهمكم في الكومنتر المهم دوكا هكا ولو عندي زوجة جينات واحدة خضراء وواحدة هكذا مارون نديرهم في بوشة دوية الادوية هنا تقدروا تستعملوا اللي متوفرة عندكم كامل الاشكال يخرجوا بها يعني شابين انا خيرت هذه السامبل اللي عندي ونخدموه كي ما نخدمو البتفوغ فوالا هادلقاتو كي ما قدلكم انهم يخدموهم في الوراشات انا شفت الشكل ديالو والوصفة درتها من عندي يعني نشكلو اللي قاتو ديالنا في بلاتو يكون فيها بابير كويسان اذا كان عندكم الاحسن ما بعد كين نشكلوه كامل نديرلو هكا التقب في الوسط انا درت تغير بصبعي هكذا ماذا بيكم التقب ما تديروهش كبير بزاف بس كهاد اللي قاتو ما يطورش في الفور يعني وما فيش بزاف الخميرة الكيميائية ماهوش هيتغلقلكم هادك التقب انا هيا بنت الملداتو شوية كبير وشكو تحبها هدي هي انا نص الكميه ندرلهم هداك هذه تقب والنص الكميه لارهم الحبات اللي يجيو من تحت منشقاش نديرلهم التقب هذا ملاحظة برك نضع مطيبه مباشرة في فوق صخناه على 180 درجة تقريبا اربع ساعة ماكسيموم عشرين دقيقة يكون طاب نصيحة كي تديرو هكا الكولر زعمة بيستاش ولا ارانج ولا كما قلت لكم تقدروا تديرو بزاف ليجو كما سي ترانتان يجي مليح لا تطولوا في الطياب لا تجعلوه يتحمر لكي لا تتبدل في هذا الوقت نوجد الكريم و بيغ اللي راح نلسق بيها انا هنا خيارة اللسق بيها لغو بيستاش هنا عندي كمية المارغارين زدت لها شوية لافاني مغرف صغيرة عليش قلت لكم كمية المارغارين يعني على حساب كمية عالقاتوري حتى تلسقوها نضرب مليح هذيك المارغارين حتى تولي هكا لكو لغتا حتى تولي كلا بعد نزيد لها هاد شوكولات تختيني جو نوات كوكو راهي كينا يعني و لاتباع باختو هنا يرع نعطيكم نصيحة برك في كي تكونوا في وقت شتا هاد الكريم تشدروها و تجي مليحة ما يكونوا في وقت الصيف كي ما دركا ننصحكم الكريم او بير ديلكم تخدموها زبدة و سكر غلاس باش مع الاخر تزيدوا هاد شوكولات تختيني ذوك نحط لكم الرابط تاع الكريم او بير بمقادير مضبوطة تحت هاد الفيديو هاده هي المهم هاوليك لغتوه بعد ما طاب هنا يوجد الكريم او بير ديو كيلا بكيلا زوج مغارف تاع مارغارين ديرو معهم زوج مغارف تاع شوكولات هاده هي المهم هاوليك لغتوه بعد ما طاب هنا يوجد كرامل هاولا دونك هاد لغو كرامل خيرت نلسقو بهاد الكرامل بير سالي ديتبعوني يعرفو هاني توجون ونوريه لكم بخودوه الجيريان دو تخيبون كاليته يعني ننصحكم تستعملو هو كرامل مملح لسقت بيه الحبيبات هاده تاع الكرامل و كيف كيف هادك تقب في الوسط عمرتو بلى كرامل اللي لسقت بيه ودرت له اخر لمسة هاني رشة تاع كاكاو نديرو شوية كاكاو في الصفايا ونديرو له رشة من الفوق خفيفة تمدلو منظر شباب ونكمل كيف كيف مع لغو بيستاش فالا هوليك لغاتو بعد ما طاب كيما قلت لكم متخلوش يتحمر بززاف باش يحافظ على اللون ديالو يعني هاده هو لشارم في هاد لغاتو هاده هو هادك الكولور اللي جينا بعد الطياب المهم هاني كاين هاده ملاحظة بورك اللي لسقت بيها لغاتو زيت فيها شوية نواد كوكو فالا هاده زيت فيها لانواد كوكو بش تمدلي دوق بنين سيختولي يحبون لانواد كوكو رح يتعجب بكم بزاف نسق كامل الحبات وهاديك اللي لغاتو لانواد كوكو ندير بها دي غوزاس في هادك التقب اللي من الفوقة واخر لمسة كيف كيف درتها في هاد لغاتو درت له رشا تاع سيكرو غلاس وهكذا يكون لغاتو واجد يعني الوصفة تاع اليوم كان فيها دوقين دوق بستاش كارامل كيما قلت لكم تقدروا دوق أورانج سيترون فخاز يخرجوا بزاف شابين وبخيزان تابل والحشو وهذا كلا ديكوراسوني من الفوقة تنوعوا فيها كيما تحبوا انا شخصيا اجبني بزاف هاد الموديل في الشكل وفي الدوق ان شاء الله تجربوا وترجعوا للخبر وان شاء الله تنجعوا فيه تبعوا برك كامل نصائح لي مديت لكم خاصة في فارينا كيما قلت لكم ديروا للمقادير المضبوطة لي مديت لكم هذه هي الوصفة اليوم نتلقوا في الفيديو الجايين ان شاء الله الى الملتقى ترجمة نانسي قنقر